ليه دا كاترة دايما دلوقتي برضو لما الناس تروح لهم تقولوا انت بحتاج تغير طريق حياتك انا ما عنديش اصلا رفاية تغيير حياتي لا قابلا ده انا عندي كل الابشنز او كل الفرص ان انا غير طريق حياتي ازاي حضرتك احنا هزين ناس عيش اسحاء رشدة صغيرة للمصريين هتحمينها من امراض السكر وامراض الكبد وامراض القلب نبعد عن السكر الابيض والسكر الاسمر كمان نلغي الديه الابيض من مصر بعد الدول المثقفة عالميا بدون ذكرى اسمائها لغت الديه الابيض حارك بتقول ان معلقة السكر اللي في الشاي اللي احنا بنلغيها نلغيها نلغيها الغي السكر السكر دلوقتي سبت مش بيجيب سمنة وبيجيب سكر وبيجيب صلو بشرائين وبيجيب قلب وبيجيب كبد لا السكر دلوقتي بقت احد الاسباب التي تؤدي الى الكنسر يعني الراجل اللي جاي مش ربكوبات الشاي ده ويقولك لو بحضوا ثلاث معلقة سكر ويعني بقى عزاري الابحاث ودى قديما من خمس عشق سبع سنوات قالت اللي يشرب اثنين كنزة تخيل يا أستاذ شريف ان كنزة الببسي او السيفن او اللي مش ربوا مش ربات غزية عموما لا 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 الكنزات اه كل مش ربات غزية اه المياه الغزية فيها من ستة لتمن معلقة سكر مع الشربات التانية بقى اللي كمان بتشربها وتستخدم فيها سكر تخيل ان احنا لو رغينا السكر خالص هنعيش حيشة احسن الاسحاء هيتحسنه انا لقيه مقولة لكل عيانيني وبكتم على ظهره شدة ممنوع السكر ممنوع ديء الابيض ممنوع اكل الشارع احسنين طيب معلش الديء الغير ابيض اه الاسمر الاسمر والحاجات دي بس الاسمر دي بتبقى دايما غالية جدا لا ابدا ده بخمسة ساغ دي البطاقة ده بالعكس ده انا بادعو من هنا وزارة التموين انها هتوفر هذا الرغيب بسعره الاسمر اقول لحضرتك حاجة الديء الاسمر مايجيبش سكر بعد المقولات اللي تقول لمريض السكر او مريض القلب اوعى تاكل عيش العكس ياكل عيش اصمر لكن لو اكل عيش ابيض انا اقول لحضرتك حاجة معلقة الديء الابيض اه لا هيكل عيش اصمر لسبب ان الديء الاسمر ما بيرفعش السكر لانه ما بيدبش على طول نقلل السكر لا نمنع السكر طب يعني بس عشان كل الاكل عشان الناس ايه نقلله وبعدين تعرف نقلل ليه نقلل الملح الزيادة الملح الزيادة نقلل الدهون والسمنة نقلل الاكل عموما نقلل الاكل عموما لازم الاكل عموما نقلل الواجبة اللي اتاكلها في اليوم هي متعتها لا ازاي بقى زمان كان يا استاذ شريب بنأكل واجبة وواجبتين في البيت دلوقتي فيه ناس لظروفهم بالضبط كثير بيأكلوا بيأكلوا جانك فوتس اللي هي فيها مواد حفظة ما فيش حاجة مقفولة علبة ايا كان بروتين او مشروب او حاجة الا في مواد حفظة ودلوقتي تفننوا في المواد الحفظة بقوتها التي تعالج الامراض السرطانية عشان يحافظ على اه كينونية المكون اللي جواه ممكن اشتركوا في القناة